اشتركوا في القناة وكتير زي تجاربكم وقريبة منكم اتواجعنا مع بعض وفرحنا مع بعض وكل اللي احنا بنعيشه في حياتنا كله لمسنا كلنا النهار ده في حلقتنا في يحكى أن هكشفلكو عن أسرار مهمة جداً في نجاح العلاقات العاطفية والإنسانية بشكل عام أكيد أكيد كلنا نفسينا نبقى سعدة نفسينا نبقى سعدة في علاقاتنا ونعرف إزاي نختار صح يا مشوار طويل قوي أول ما أقول نعرف إزاي نختار صح ناس كتير قوي بتتناهي تقول آه ده سؤال صعب طيب ولو قابلتنا في حياتنا تجربة وممكن تكون التجربة دي نكحة نعرف إزاي نعديها وما نقفش قدامها نعرف إزاي لو وقعنا وانكسرنا نعديها برضو وما نقفش قدامنا دايماً يقولك إيه اللي بيفكر بعقله هو ده الناصح النهار ده كلامنا كله هيبقى بالعقل ليه؟ زي ما بيقولوا زمان جدودنا وأهلينا العقل زينا الإنسان اللي يعرف يحكم عقله وما يسيبش عوطفه هي اللي تحركه في كل حياته دايماً الكسبان عارفة ندلوقتي في ناس كتير قوي بتشوفني دلوقتي وبتسمعني وبتقول بينها وبين نفسها كده إن أنا لأ يا ريت يا إيمان أنا ما بعرفش حكم عقلي أنا طول الوقت بحكم مشاعري هي اللي بتحركني في كل حاجة أنا بقولك أو بقولك أنتوا أكيد محتاجين تتابعوا الحلقة بتاعة النهار ده وتتفرجوا عليها كلها وما تفوتوش حتة واحدة منها لأن إحنا النهار ده هنتكلم عن الزكاء العاطفي واللي اجتماعي الاتنين إيه ده؟ هو إيمان الزكاء العاطفي غير الزكاء الاجتماعي يعني مش ده هو ده لا فيه زكاء عاطفي وفيه زكاء اجتماعي وهنعرف كمان إزاي نتحكم في مشاعرنا وإزاي نسيطر عليه هنعمل كده إيه؟ نبقى إحنا الليدر على مشاعرنا طول ما إحنا عارفة إزاي أتحكم في مشاعري صدقوني هنعرف ننجح أي علاقة بتمر علينا في حياتنا مشاعر 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 زي شرينة عبدالوهاب ما قالت مشكلة مشكلة ما ينفعش نمشي في حياتنا كلها بمشاعرنا طب يا إيمان هل الزكاء العاطفي هو نفسه الزكاء الاجتماعي؟ لا فيه فرق كبير جدا ما بين الزكاء العاطفي والزكاء الاجتماعي النهاردة هنتكلم في ده وهنتكلم في كل جزئية وإزاي نحكم عقلنا ومشاعرنا نعمل كنترول في حياتنا عشان تبقى حياتنا أسعد كلنا بندور على السعادة والله كلنا بندور على السعادة كلنا بندور على الاستقرار والأمان نفسي علاقتي تنجح نفسي أحس بالأمان والهدوء نفسي أنام كده ومصحاش على كرسى نفسي أنام وأقوم مصحاش إن العلاقة انتهت طب وانا عملت ايه؟ طب ده أنا حبيت ده أنا ضحيت ده أنا ديت كتير قوي ده أنا عملت كتير قوي دي معظم مشاكل الستات اللي تبعتها لنا على البرنامج هيكون معنا النهاردة ضيفنا الدكتور أمجة جبر أستاذ الطب النفسي يعني احنا هيبقى معنا طب نفسي لكن قبل ما نروح بقى للعيادة والدكتور يقول لنا هنعمل إيه؟ هنروح مع بعض لزوم وهيكون معنا الأستاذ عبد الرحمن عبد الله خبير العلاقات الواعية الواعية يا إيمان؟ آه ما هو وعي بقى لازم نتكلم نلف في كل الزوايا عشان نوصل للمعلومة الصحة بسأل خير يا فاندن مساء النور والحانة عليك وعلى كل المتابعين معنا إيمان طبعا يعني الواعية العلاقات الواعية ده لفظ جديد شوية على المشاهدين عايزين نعرف يعني إلى علاقات الواعية يعني يعني إيه؟ الإنسان من دنا يبني إما بيعيش بوعي أو بدون وعي كل إنسان من دنا كل إنسان ست رابل صغير أو كبير إما أنه بيعيش منتبه واعي في حالة انتباه أنا بعمل إيه؟ بعمله ليه؟ عشان أوصل لإيه؟ الآخر بيعمل معايا إيه؟ واللي بيعمله معايا بيعمله يا ترى ليه؟ يا ترى إيه نيته؟ إيه ده وفعه؟ يا ترى إزاي أقدر أخلق علاقة اللي أنا نفسي فيها مع الشخص الآخر بوعي فأقدر أعبر عم شعري أتكلم عنها أقدر إزاي أوصل فكريتي للآخر ده العلاقات المبنية على الوعي بس المشكلة إنه معظم المريئة مين عشان ده ما درسناهوش وما تعليناهوش بنعيش بطريقة فيها غفلة أو عدم وعي بعيش وأنا بزاي ما يسموها كده في عيش أوتوماتيكي عيش زي الزومبي عيش مش متصل بمشاعري مش متصل بأفكاري أنا بعمل عشان قالولي أعمل كده بس أنا مش عارف أنا بعمل كده ليه أنا بتصرف بالطريقة دي عشان أظن أن الطريقة دي هالصح بس أنا مش حاسس حقيقة طريقة دي تخدمني ولا ما تخدمنيش فأنا عايش مغيم مفصول عنوعين فكل إنسان بالندر ممكن يكون في دي أو دي أو دي حسب هو قدم ونتبه وبيسأل نفسه الأسئلة الجوهرية دي أنا مين بعمل كده ليه بعمله إزاي إنتعارف إمت بنسأل السؤال ده؟ أنا ممكن أسأل السؤال ده بعد فشل أي علاقة بأخذ بيها يعني تلاقي كل بنت تقولك هو أنا عملت إيه عشان العلاقة دي طبوس كده طب هو أنا كنت عايزة إيه من العلاقة طب هو بس هو ما كانش بيسدد احتياجاتي بس هو ما كانش مهتم بي بس ما كانش بيحبني زي ما أنا بحبه لأنا كنت بيهتمه ما بيهتمش لأنا كنت بجري واسأله فبنرجع كده خطوتين لورا بعد كده نقول إيه العلاقة اللي جاية أو الارتباط اللي جاي أنا هعمل واحد اتنين تلاتة وأول هنتبه لأشياء ما كنتش متبه لين وأول ما العلاقة التانية بتبتدي بتلاقي نفسك رجعت تاني لنقطة الصفر اللي هو ما بتشغلش مخك ولا عقلك برضو المشاعر شغالة فهل ده معنان ما عندي ناس زكاء عاطفي ولا ده زكاء اجتماعي كويس جدا النقطة اللي قول قبل ما نتكلم في الحكاية دي محتاجين أنه نجع خطر ورا وأنا ليه كبني آدم بلاقي نفسي أنه بكرر أو بعيد نفس التجارب الماضية وكأني من بره ما بتعلمش نفس الحارتات ونفس الخطوات ونفس الكلام هي هي ليه يعني ليه الغباء العاطفي ده هو الإقصة مش هي غباء بقدر ما عنده الإنسان في نقطة أساسية محتاجة أخبره منها أنا بعيش التجارب وبتكرر في حياتي لو أنا ما تعلمتش من الدرس المستفاد اللي كنت محتاجة أتعلمه من العلاقة اللي قبلها أكتر حاجة يا إيمان برحزها في البني أدمين وأنا كنت عليها لسنين طويلة يا إيمان أنه بطلع من العلاقة بلوم الآخر عن أخطاء وتأثيره معايا ومش منتبه خالص أنا كنت مش منتبه لإيه؟ كنت غافل عن إيه؟ كنت نيتي إيه؟ ما عبرتش عن نفسي في إيه؟ أنا كوني تركيزي إن أطلع على آخر شرين أو شطان وبطلع نفسي إن أنا ضحية إن أنا اللي بيعمل كده أنا اللي ما زاكرتش .. أنا اللي ما أنتبهتش أنا اللي ما خدتش ملخصات أنا اللي ما حلتش بتحنات المحافظات التالية أنا اللي ما عملتش ده فأبدأ أنتبه في العلاقات أنا اللي معبرش عن إيه؟ أنا اللي تلونت عشان الآخرين يقبلوني أنا اللي ما حطتش حدود واعية أنا اللي ما قلتش اللي بيدايقني واللي بيعجبني أنا اللي ما عرفتش إزاي أواجه الخلافات وأقول وحط احتياجاتي على الترابيزة وبوضوحه ده من آخر أنا اللي ما عرفتش أقول لا وأنا اللي ما عرفتش برضو أوقات أني أتخلى أوقات عن بعض المعتقدات الأهل ربوني عليها وأتنازل عنها شوية وأروح للآخر وأحاول أبني معاها جسر مشترك بمجرد الدرس بيتم تعلمه بتروح السنة اللي بعدها عشان تتعلم دروس داني احنا عندنا نوعين من الناس النوع الأولاني زي ما حضرتك قلت اللي هو بيلوم دايماً الطرف اللي قدامه هو اللي ما قدرش هو اللي ما عملش هو اللي ما احترمش وكده خلاص ده اللي قلناه فيه الطرف التاني أو النوع التاني من البشر والبني أدمين اللي هو لأ اتعلم الدرس وقال لك مثلا ايه واحدة تخرج من العلاقة تقول لك لأ أنا كنت بدي زيادة فهي هي عارفة نقطة ضعفها أو غلطتها لأ أنا كنت فيه عطاء زيادة بس أنا اللي كان على الريد فلاكس اللي خرجت أنا ما استوعبتهاش إنه هو ما كانش بيعمل زي ما كانش بيهتم بيه زي ما بيهتم طب الناس تانية واحدة تقول لك لأ أنا كنت بصرف فلوس كتير وانا ساعدته مدياً وانا وانا فهو أخذ على كده فما عملش مجهود إنه هو يساعدني فبرضو دي يعني فيه ناس فعلا بتعترف إنه هي غلطت بس تصدقني من كل الأمثال اللي انت وديه إيمان أنا ساعدته فمعناها إنه هو مش كويس كان مفروض يساعدني زيادة أنا اديت كتير وهو ما تدريش فبرضو هو أنا برضو هنا بركز على إنه أخطائي إن أنا اديت أكتر إنه كنت ملائكي زيادة عن اللزوم وده مش الدروس اللي احنا عايزين نتعلمها أم ملائكي دروس الدروس ما تدريش في إنه أنا بقى ملائكي أكتر والآخر شيطان أكتر الدروس بتيجي بإن أنا من البداية قد إيه كنت قادر أبقى صادق في قدرتي عن التعبير عن احتياجاتي وقدرتي إني أفهم اللي قدامي أنا مين وما بحاولش أتلون عشان خاطر أكسب حبه لا قد إيه إن أنا قادر أقبل نفسي زي ما هي بأخطائها بعيوبها ده هيساعدني إن أنا أقدر أقبل الآخر زي ما هو بأخطائه بعيوبه فده هيفتح مجال إن الآخر يقبل لي بأخطائه بعيوبه لكن لما أكون أنا في علاقة مش قادر أقبل نفسي زي ما هي إحنا قابلين نفسنا على فكرة مين قال إن إحنا مش قابلين نفسي كل الناس بتبقى داخل أي علاقة أنا قابلة نفسي جدا وحباها ومعاليها درجة استحقاقي على قد ما بقدر إن أنا أبين نقاط ضعفي وبين الحشاشة اللي جواي وبين أخطائي وبين ذنوبي وبين الحاجات اللي بعوك فيها ده دليل على إن أنا فعلا قادر أكون قابل نفسي بس معظمنا في الفترات الأولى في العلاقات بنحاول لا تجمل عشان نحصل على القبول الآخر لإني عندي خوف إن لو بنت لو ظهرت يعني ده ذكاء اجتماعي ولا عاطفي اللي أنت بتتكلم فيه دلوقتي حالا ده ذكاء اجتماعي ولا عاطفي كويس تعالي نرجع خطور الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي أول حد قال فكرة الذكاءات كان زمان في العلم النفس المعرفي حطلنا كده مبدل اسمه الذكاء العقلي وده يعني ستانفورد بني قط عمل ليه طريقة اختبار عشان خاطر نعرف الذكاء العقلي قديم لحد ما فيه عالم في هارفرد بسنة ١٨٩٨ عمل كتاب اسمه وقال فيه على فكرة يا جماعة البني هذا ما عنده زكاء واحد الإنسان عنده تسع زكاءات زكاء عقلي زكاء رياضي زكاء موسيقي زكاء حركي زكاء نباتي وطبيعي زكاء روحاني زكاء شخصي وزكاء اجتماعي زكاء شخصي يعني الشخص فاهم نفسه فاهم هويته فاهم هو مين زكاء اجتماعي يعني شخص فاهم الحواليه فاهمه من غير ما يتكلمه عارف الحاجة تتقال إمتى فين ازاي مع مين إيه المناسب وإيه المش مناسب إيه الملائم إيه المش ملائم قادر ان انا اوصل لسالتي للأخرين فهم يفهموني بالطريقة بتاع الدماغهم فلو بكلم ناس تجار بكلمه بلغة تجارية بكلم ناس صناعية بكلمه بلغة صناعية بكلم رجال الأعمال بكلمه بلغة رجال الأعمال بكلم حد لسه طالب صغير في المدرسة بكلمه بلغته تسمو ذكاء اجتماع قادر اوصل لسالتي للمجتمع بالطريقة اللي تتناسب معها فقال الذكاء التسعة وحط منهم ذكائين واحد اسمو ذكاء الشخصي واحد اسمو ذكاء الاجتماعي الشخصي أنا ذكي مع نفسي اجتماعي ذكي مع اللي حوالي لحد ما في سنة 1995 عالم تالي في هارفرد بعد حوالي يعني 15 سنة من هوارد جاردن اسمه دانيل جولمن الراجل ده قعد 30 سنة إيمان يتابع الناس من طفولتها لحد ما كبروا يعني هم عندهم خمس سنين عمع لهم اختبارات لحد ما بقى عندهم 35 سنة لقى انه فيه شيء اسمه الذكاء العاطفي ايموشنا الانتليجنس بيقول فيه انه هو دمج ما بين الذكاء الشخصي والذكاء الاجتماعي وانه الانسان اللي عنده ذكاء عاطفي زي ما انت قلت كده في مقدمة الحلقة اللي عنده ذكاء عاطفي هو انسان اكثر سعادة اكثر قدرة على تحقيق اهدافه اكثر قدرة على انه يسموه يمنتين ريشش انه يحفظ على علاقاته لمدة زمنية اقل اكثر سعادة اكثر قدرة على تحقيق الاهداف يدير العلاقة اكثر قدرة على صيانة العلاقات لمدة زمنية اقل وحتى بدأها باختبار اطفال صغيرين كده عندهم خمس سنين حطوا قدامهم شوكولاتة كل واحد فيهم من حق وشوكولاتة وقال لهم بصوا ياولاد كل واحد فيكم من حق وشوكولاتة بس اللي منكم هيصبر ومش هيكلوا الشوكولاتة بتاعته وهيقدر يلجم عواطفه ويلجم غرسته لحد ما خلص مكالم التليفون وارجع هتديله شوكولاتين اللي مش هيكل الشوكولاتة بتاعته هتديله اتنين فسابهم ساعة كده وبدأ بالكاميرات يتابع الوادي بتعمل ايه ففي واحد يوم قال لك لا يعني شوكولاتة في اليد خارق من عشر على الشجر واكل الشوكولاتة بتاعته ومشاعره والدفاعاته هي اللي خادته يأكل الشوكولاتة عاد تاني حط الشوكولاتة قدامه وقاعد ايه بيمني نفسه بيها واعب ايه شمها يلمسها يتخيل بعد شوية هيجي المدرس وهيأكل الشوكولاتة بس هو عاد عينه عليها ولقى النوع كانت من الاولاد سابوا للشوكولاتات خالص وبدأ بقى يعمل حاجة تاني بص على التليفزيون يا راكتاب يا حين الواجب يرسل انا شفت الفيديو بتاعة الدراسة يعني هنا بقى ده في واحد بيقدر يعمل كنترول على مشاعره ويروض نفسه لغريزه ومشاعره وفي حد تاني سايبها كده على الله حكايته بقى اللي زي ما تيجي تيجي وتروح وتروح بس انا عايز اقول لك حاجة وندفع الدفاعك بالمشاعر وهي اللي سيقاه ومستيقى مشاعره عبد الرحمن انا ان شاء الله انت هتوعدني ان هتيجي معايا في الستوديو لاننا عايزين نتكلف حاجات كتير جدا وكلامك ما شاء الله جميل جدا لكن انا عايزة مش هقول رشدة انا عايزة تابس كده بس سريعا جدا عشان نلحق نكمل الحلقة ازاي يبقى عندي زكاء عاطفي وانا هاعد معاك تابس بس من غير شرح انا كايمان نفسي يبقى عندي زكاء عاطفي في علاقاتي ها واحد رقم واحد اعرف مشاعري واسهل طريقة لما نفت المشاعري يا ايمان وانجربتها مع الناس كلها واسهل طريقة غير انك تروح لمعالج او حد يساعدك انك تكتب تقعد تكتب انت حاسس بايه كل يوم الاتصال بالمشاعر اعرف مشاعري انا دلوقتي غضبان حزين زعلان متدايق مبسوط مبتهج اتصل بمشاعري الحاجة التانية اقبل مشاعري تماما زي ما هي بدون احكام يعني انا قابل ابقى عصبي قابل ابقى ملتاح قابل ابقى حزين قابل ابقى خايف قابل نفسي وانا راضي قابل نفسي وانا مش راضي قابل نفسي وانا الناس بتحكم عليه مينفعش راجل يعاية انا قابل نفسي انه بعاية رقم واحد رقم واحد اعرف مشاعري رقم اتنين اقبلها كلها زي ما هي رقم تلاتة رقم تلاتة اني اقدر اوصل لمرحلة انه الشيء اللي نفسي احققه ابدأ احلم به اتخيل نفسي وانا بحلم بالشيء اللي نفسي فيه واعيش الحلم ده فابدأ افعل جوايا قوة الحلم قوة الجازل بقى والطاقة لما بيقولون بيقولون لهم انا عشان اوصل لجازة دوم لك وانتبه احلم اربع ساعات في اليوم بتخيل اللي عايز اوصله عايش اربع ساعات احلم كل يوم اونا ايه انفتاحة احلم بالعاقة الحلوة اللي نفسي فيها احلم بالزاية الطريقة اللي احب اتعامل بيها من شريك حياتي او اللي انا عامله بيها انا احنا عايزين عشر حلقات عشان نكمل الكلام لكن ان شاء الله المرة الجاية هتبقى معاي في الستوديو بشكرك جدا استاذ عبد الرحمن عبد الله خبير الاعلاقات الواعية واحنا حقيقي اليومين دول في حياتنا محتاجين الوعي الوعي ثم الوعي مش بس في علاقاتنا العاطفية جماعة احنا حتى محتاجين الوعي يعني في بلدنا في اللي بيحصل في البلد يعني دايما سياد الرئيس يقول لنا لازم عندكم وعي لازم افهم الخطر اللي جايلي لازم اعرف ايه التحديات اللي بيتواجهنا وبتواجه بلدنا فالوعي مش بس في العاطفة الوعي كله في حياتنا دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا هيكون معانا الدكتور أمجة جبر واستاذ الطب النفسي عشان نفهم منه اكتر ازاي يبقى عندي وعي عشان اقدر قدير حياتي العاطفية والاجتماعية بشكل يرديني ويساعدني ويرجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومعانا في الستوديو الدكتور أمجة جبر واستاذ الطب النفسي واللي هنعرف منه بقى وركزه جدا جدا هنعرف منه ايه هو الزكاء الاجتماعي والزكاء العاطفي وازاي نبقى معانا ميكس ميكس خلط كده نعرف نتعامل في حياتنا زكي يا دكتور أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا الحمد لله بخير والله تماما طبعا عندنا مشاكل كتير قوي في حضرتك النهاردة بقى كده هنعتبر نفسنا عاديم في العيادة وعايزين نحلل مشاكلنا بحب أنا الحتة منك لايف ومباشر وهنخش في المشاكل وهنعرف مشاكلنا قدامك وهو يا جماعة الهوى واتقول لنا الحلول مش راح بنكسل نروح العيادة فأنت دورتي معنا في العيادة أكيد إن شاء الله طيب تمام أول حاجة إحنا دايما في حياتنا العاطفية عندنا مشاكل كتير وطبع المشاكل كلها أنا بحب اللي قدامي ما بيش قادر يديني الحب طب إحنا الاتنين كنوا كواسين جدا واسنين جواز يا دكتور وبعد كده اتطلقنا طب إزاي أنا فجأة اكتشفت إن مش بيسديه الاحتياجاتي فبرضو حتة الاحتياجات دي بتدت الناس يبع عندها وعي والستات باحتياجاتها مشاكل كتير بس هنعرض مشكلة مشكلة أنا كإيمان حاسة إن الستات ما تتريقوش دي حقيقة إن إحنا بقينا أسكى وبقينا وعيين أكتر للراجل فأي حركة بيعملها ببقى رياها فبحس هل الزكاء الزيادة ده هو اللي بقى يخرب العلاقات وإحنا بقينا فاهمين زيادة قوي قوي عن اللزوم تمام فهل عشان إحنا فاهمين زيادة عن اللزوم فما بقينا مش صعدة بقينا فاهمين كل حاجة هو بطبيعة الستة طبعا زي ما أنت عارفة إن هي عاطفية أكتر فطول الوقت هي بتركز على العاطفة والعاطفة بتخليها بقاوزة تفهم وتتعامل مع كل حاجة فهو ده صح بس زي ما حضرتك بتقولي هل اللي أنا هستخدمه بقى هيفدني ولا هيدرني هو الزكاء العاطفي السمة أو المنفعة الكبيرة منه إن أنا أقدر أفهم نفسي ووطفي ومشاعري وأتعامل معها وأقدر أفهم مشاعر الآخرين وأتعامل معهم في المواقف اللي زي كده فالأساس منه إنه هو يضيف لحياتي لمزيد من التقدم مزيد من المتعة مزيد من الاستقرار من النطج النفسي من الحياة الاجتماعية المستقرة العلاقات الصحية ده القص الأكبر لكن هل أنا هكتفي بوجهة نظر زي ما أنت بتقولي أنا شايفة كل حاجة صح فهل الشخص دايماً اللي بيشكر في نفسه وشايف إنه هو زكي هل ده من سمات الناس اللي عندهم زكاء عاطفي مثلاً ولا الناس اللي عندهم زكاء عاطفي هو ما بيقش وقدين بالهم إنه هم أسكاء بالفطرة فهو في الحقيقة فعلاً الناس الأسكاء في الغالب هو بقى متواضع وهادف اطباعه يعني دايماً ما بيتكلمش عن زكاءه لأنه هو صغطه في نفسه ونتيج قدرته على حال المشكلات والانفعالات بيتخليه مش محتاج إنه هو يتكلم عن نفسه لكن هي فكرة التحقيق والتدقيق اللي حضرتك ذكرتيها إن أنا كل حاجة قادرة أفصرها وعملها من وجهة نظر أنا ومن تحليلي أنا فهل أنا بستخدم في التحليل أو في الإدراك انتباعات الشخصية ولا الآخر لأ طبعاً انتباعات الشخصية يعني في اللحظة دي لو كدب أو حور مثلاً تم أنا فلاش باك بقى على طول المصنع يشتغل أيوة ما اللي قابليه كان بيقول أعمل كذا ويسوي كذا فلأ أنت بتحور فأنا بستخدم زاكرتي وبستخدم مشاعري الخبرة الخبرة بتاعتي مش بتاعت الشخص اللي قدامي خالص وعشان كده أهمية الزكاية العاطفي كمان في التواصل الفعال إن أنا اللي استمع الفعال إن أنا هسمع لك يعني أنت زعلان عشان كذا اللي مدايقك في الموقف ده كذا اللي جي في دماغك إنه لما ده حصل تكون جواك فكرة بتقولك كذا فأنا بدأت أستني تجوا فهم هو ليه تصرف كده وليه يسوي لكه كده وليه اللي انزعاج الشديد أو الفرح الشديد اللي هو حاسس به فإذن أنا بحاول أعمل طول الوقت حملية فهم وتحليل للمشاعر علشان أقدر أوظفها بصورة إيجابية في التعامل مع الآخرين وهو ده قمة الزكاء العاطفي أو الزكاء الاجتماعي طيب ما هم بيقولونا يعني هم بيجوا يقولونا برضو يعني حضراتكم يعني الطب النفسي بيجوا يقولونا يا جماعة وخليكم معايا في القصة دي يعني أنتو أكيد أنتو معايا أنت لازم تتعلمي بقى من تجاربك اللي سبقى ولازم بقى الغلطات دي ما تعدهاش تاني مش ده اللي أنتو بتعودوا تقولوه طيب إحنا تعلمنا خلاص بقى عندي إيه زكاء عاطفي اللي هو ده هيعمل كذا بس هو كده أعرف دي بالزرح إن أنا قفصت لقرار من قبل مفهم أسباب المشكلة وإيه هي المشكلة وجذور المشكلة منتو قلتونا بلاش غباء عاطفي لما تشوفي علامات حمراء لازم تفهمي وتجري لا ما جري بلاش أجري دي عشانكم يجري كله حاليا بيجري وما بيصدق أيوة ما إحنا دعبنا بقى يا دكتور إحنا بنتعلم علشان نبني مش بنتعلم علشان نهد يعني إحنا بنتعلم علشان نبني يعني الفكرة كلها اللي متعامل مع قدامي أنا مش أصدحكم عليه ولا صنفه ولا أسميه يعني ما جيش لقول لحد أنت صفتك كذا أنت غابي أنت ما شاء لا أحنا مش بنقول فما بنصفش لكن هي الفكرة كلها بنبص عشان إيه بنبص عشان إيه علشان أنا أعمل خطة إزاي أنا وإنت نتجاوز ده وهو على فكرة الزكاء العاطفي مفيد جدا في الحياة الزوجية يعني لو قدرنا نوظف ونبلور الديناميات اللي بتحصل ما بين الزوج والزوجة علشان نعدل أزمة تمام ونقدر ندور على اللزة أو المتعة أو الاستقرار في حياتنا إحنا هنا فعلا نستفدنا من زكاءنا العاطفي وهو ساعة الزكاء يبقى زي ما هو نعمى ساعتي يبقى نقمة هو فعلا بيبقى نقمة بنروح نحي يتقني زكاء الزكاء اللي أنت تقصد إيه دائما للأم تيجي تقولك أنا ابني والله أشتر ولد في أخواته كان أسكى واحد طول عمره متفوق بس هما تيجي تبص عليه العارف يتعامل مع صحابه والعارف يكتسب مهارات اجتماعية والعارف يندامك في المجتمع وبالتالي بعد شواء يرفض المدرسة يبقى عنيد مشاغب عدواني عنده رفض اجتماع أو انسحاب أو يعني مش متهتم بالنفعلات الاجتماعية وبالتالي هو الآخر بالنسبة للوشي احنا بنتكلم الزكاة أنواع بالنسبة لده جات لين رسالة كانت مهمة جدا في الحلقة اللي فاتت بس بصراحة أنا شفتها أن هي تليق أكتر في حلقة الزكاة العاطف في ليلة بتقولك أنا جوزتت 8 سنين وعندي ولدين وجوزي أنا عايز أقولك يا إيمان أن جوزي حد محترم جدا وزو مركز مرموك في المجتمع وبيحبي ولاده جدا ومربيه معي كويس جدا لكن أنا انفصلت بسبب أنه هو معي أنا مش معتبرني فيه زوجة في البيت خالص هو كويس جدا أب صالح ما قدرش أقول أنه أب مش كويس لكن مش زوج صالح وعلى ما تستفهام أنا صح ولا غلط وده تعب قلبي جدا كلامها صح لكن اللي حصل صح ولا غلط خلينا نفهم هو فهم وقل الجواز ما هي دي المشكلة اللي بتقابل الناس بقى يعني حاليا يعني رأيه كويس جدا في البيت مع ولاده وكل حاجة بالزبط لكن هو مش شايف كزوجة طب إيه؟ وهو ما عنده زكاء عاطفي هو ممكن يكون عنده زكاء عقلاني أو السجاء اللي هو التجريد الفكري المعرفي اللي هو أن كل ناس بتقيسه بالقدرات تعليمية أو أن احنا بالمرض بينواد ولادنا المدارس وأكاديميا يعني تلاقي الأولي الأمر أو الأمة أو الأب مهتمين جدا أنا ابني عنده ثلاث سنين وبيقول الحروف بالإنجليش بيعرف يقول الأرقام كلها بيعرف يكتب بيعرف ما يهتمش بجزء الزكاء العاطفي وقصة المشاعر والحياة لكن لو جيت تبص لكل حاجة في حياتنا هي عبارة عن مشاعر وحتى في العملية التعليمية يقول لك كل عملية تعليمية مرتبطة بالعواطف يعني إحنا حبينا التعليم لما مدرسيننا قدروا يحبيونا في المدارس كان في مواد بتلاقينا شاطرين فيها وبنحبها ومتفوقون فيها عشان أنا بحب المدرس إري يحبيني في المادة أنا حبيت أن أطلع دكتور علشان فيه دكتور أنا بحبه وأنا حبيت أن أطلع موزيع علشان فيه حد أنا بحبه فإذن المشاعر موجودة في كل حاجة في حياتنا لكن هنا فيه نقطة مهمة جدا إن الزكاء العاطفي أصلا قابل للتطوير والتدريب عكس الزكاء العقلاني اللي الشخص بيتولد فيه هو ربنا خلقه كده هو رزقه كده فنعود نقول الأم ده هو ربنا كده وطيب وهيكمل على كده ومعدل الزكاء بتاعه مهما نحاول نرفعه شوية ما بتعسل ده المعدل الزكاء العام اللي الناس تعرفه والحضرك تعرفيه اللي هو الـ IQ اللي الناس بتولعه الـ IQ لكن الزكاء العاطفي هو بيرتبط بمهارات يقدر الشخص ينميها شوية يعني العيب في الست إن هي ما قدرتش تنمي مهاراته أو تكذبه لها عاطفيه هو مش عيب في الست يعني هي ملهاش زمد هي ملهاش زمد طالما هي حاولت معاه ومكانش لها دور يعني ومكانش لها دور معاك وإحنا بنبقى نقول إيه يعني قبل الانفصال يا جماعة بقى فيه خطوات لازم ناخدها يعني قبل ما الناس تنفصل نقول له مر بخبرة الانفصال كأنك انفصلت طب قبل ما تعمل ده إيه خد بالأسباب يعني نروح لحد استشاري أسري حد معالج نفسي يقيم الوضع معاك ويبص لأصلا أنتم الاتنين مش متخصصين فأنت مش هتعرف تأخذ القرار أنت هتأخذ القرار بناء على مشاعرك أنت يعني هي لما قررت أنفصل احنا كتير جدا بنشوف حالات زيها كده وتقول لك والله أنا قررت أنا مش عارف أكمل وأنا مش هغلط فأنا هنفصل علشان أعرف عيش واحترم نفسي وكمل نفسي وأنا موافق أنه هو يبقى الحياة بيننا مكملة عادي خارس لأنه هو أب كويس زي ما حضرتك قلت يمكن يبقى مصقف أو مستوى التعليم كويس أو مكانته الاجتماعية مرموقة فالمشكلة بتقوى هنا فيه إن إحنا عندنا نقص في الزكاء العاطفي بتاع الشخص هل إحنا محتاجين كمؤسسات وكأسرة أو كتعليم إن إحنا نركز على ده إحنا بنركز على المهارات الأكاديمية وأنا يعني أول مبارح لسه من يومين شايف بنوتها بابا جايبها لي هي البنت كانوا عايشين في الخليج ورجعهم عاشوا في مصر هنا فدخلت مدرسة أيش جي طبعا في فرق ثقافي وحضاري وكل حيث فبدأت تتعرض للتنمر بدأت تحس إنها مرفوضة بدأت بتروح ما بتعملش أيها ما تشاركش أي حاجة خالص مدرت المدرسة أو المدرسين بتعاوصفوها إنها عندها توحد وقالوا لأب بنتك عندها توحد لإن البنت منعازلة ومتتكلمش مع أي حاجة خد بنتك علاجها إحنا هنا دورنا أكاديمي فقط مهمة محدش بص يا دكتور عشان ما نعودش بقى إيه يعني نضيع وقت الحلقة عشان نقول لازم يدرسون في المدارس يعني دي نعمل لها حلقة تانية أكاديمية نعمل حلقة بقى كده ونجيب إيه يعني هو مهم على فكرة أهل الحكاية مهم مهم يعني خلي بالك لكن أنا عايزة أقف عند الحتة دي معلش يا دكتور في دلوقتي ستات كتير دلوقتي بتفرج علينا لسه بتفكر طام فصل يعني نفس حالة ليلة اللي هو إيه آه أنا معي رجل كويس ومحترم وبيصرف علي وبيصرف على البيت وقدام الناس واو بس مش مديني احتياجاتي وأنا كأنسة كست مش حسة نفسي أنا عايزة راجل يحبيني وهيهتم بي إحنا بقى في المرحلة الحارجة دي أنا معيك في المرحلة دي اللي هي إيه بتاخد القرار في المرحلة دي بقى كأنها دلوقتي جات لك العيادة وبتقول لك يا دكتور أنا كست مش موجودة عنده فهي تعمل لو هي لسه ما نفذتش خالص بانصحها أنت وقدة قرار خلاص بس التنفيذ ممكن يكون في وقت تاني لا ممكن تتراجع عن القرار بالزبط يعني قل لها حاجات تعملها يمكن حياتها ترجع حلوة تاني أنا أكمل معها على أساس أنها جاية لي أنا خلاص وقدة قرار وأنا استنفذت كل حياته وده اللي بتقلينا ده اللي بتقلينا في العيادة أنا جاية يعني خلي بالك أنا جاية دي أصلا هي وجودها معناها أنها ما استنفذتش وأنها جاية تدور فعلا طب أقول لها وجودك في العيادة أو في المكان يعني معناها اللي إحنا لسه بنحاول وعندنا أمل أن نرجع تاني تعمل إيه هنريعمل إيه تاني إحنا نقعد مع الطرفين ونقعد نشوف كل واحد فيهم هو مفهوم وإيه يعني هو ممكن تصور أنا جاية دلوقتي عندك في العيادة عشان أريحك لايف يلا شايا رياحك آه إحنا لايف ها هو أنا ليلة يا زيدي يعني تبني زي ليلة الجوزي مش هيجي معي مبدئيا هيرفض وما بيجيش ومش هيجي إحنا توجدنا عاكد أنا ست همعك قول لي أعمل إيه عشان حتي ترجع حلوة تمام هنرجع تاني إنت عاوزة أن تنفاصلي علشان حتة المشاعر فإحنا بنقول إحنا الطرف اللي جاننا هي الست اللي جاية تشتكي فإحنا دلوقتي خلاص إنت استنفذت كل السبل بتاعتك إحنا محتاجين شوية وقت شوية إنت بتتكلم عن نفسك وهو بتتكلم عن نفسه إحنا في الجواز دي علاقة ما بين طرفين اللي أساسها السكن والموادة والحب والحب مفروض أنه مبني على العطاء مش على الغريزة أو العطفة يعني بس يبقى الاستشارة الرد على الاستشارة أننا لازم أقعد معاه وعرف إيه ما تيجي من الأول كده نعرف أنا بيضايقني كده بزرطة طوال من أول السطر إحنا بنبدأ من أول وجديد وإحنا وصلنا لطريق وإحنا بقى أنه سنين بنحاول نمشي بالطريقة اللي أنت بيقول عليها دي أنها عيشة والسلام وإنت أمي بقى وعيش أمي وأنا أب وعيش أب وخلاص بس الحياة بيننا بعد شوية هتقف طيب ولازم نحسسه أن ممكن أسيبك يعني أنا ممكن أخب بعدي وامشي بس خلي بالك بعد الفاصل بقى هنكمل ولو قال لها خلاص أنت حر أنا عملت اللي عليها عايز تمشي يمشي طب هي تعمل ايه دلوقتي وصعد بيمشي رجع وتين طب هي دعمل ايه دلوقتي تعليلي يا بنتي ساعتها العيادة نشوف الدكتور هيعمل ايه طب خلينا يا دكتور نطلع الفاصل قبل ما يقول لها أنت طالق ونرجع تينيه أنا كعبد الرحماني محب بنهي علاقة مع أي حد بعمل حاجة واحدة بس بقى في التليفون معامل بلوق نخرج من الموضوع بالشياكة يعنيه ونبقى أصحاب بعد إنهاء العلاقة بتقطعوا وما تتكلمش معايا ولا بتدير معاها حديث ولا تدير معاها حوار لو صاحب ما ردش عليه في الموبايلات سيبه مرة اثنين ثلاثة شكرا خلا مش هرد عليها لو هي دوازة أو حالة لو دوازة لا طبعا لو خطوبة مش هرد عليها وابتده أن أنا يعطرها فيها واسبها أنا مش هسكت وأقطعوا مرة واحدة لأ أنا أكلموا وأعادبوا وأعرفوا غلطوا ممكن يكون ما يوسطش وغالباً وكتير بتحصل كده وأنا بغلطوا كله بيغلا حنبه علي إن الحاجة دي بتقلمني أو بتجرحني فما تتكررش اتكررت مرات تانية زي كلنا بنقول ديتك فرصتك ثلاث مرات فتبقى خلاص انتهت مخصوصاً لو الفعل داشة مؤذبية لحياتي أو لوسرتي أو حياتي أكيد لو يستهل المعادبة بعده ما بيستهلش المعادبة بنهي العلاقة بي وقوله أنت ما ينفعش تكون صعب والله أنا فقابة جمله عشان أنا بحبه والمحبة ديته بقى سبب حاجات كتيرة جداً بتخصدنا حاجات كتير بس مش مشكلة عشان إحنا بنحبه بعضنا فبستسنى حاجات كتير لو فليبس أجملها أو حلو بس في حاجة عشيك كده يعني ما بحبش أجرحل قدامي بالكلام حتى ديتخش تحت باند جبر الخواطر طبعاً تجمله ممكن لا أحياناً عشان ما أخسروش بس ممكن إنه جمله طبيعي ما أرى ما فيش مجملات الناس يتقف معك عشان إيه لو ما فيش مجملات الناس يتقف معك فيها ما تجملش حد وما تجيش على نفسك علشان حد لإني ما فيش حد الساح ما فيش مشاكل إنت تتبقش بتجامل حد ده الكلمة الطيبة صادقة بس لو هيجي على كرامتي أو حد حاجة دي بتقلم من قيمتي لا طبعاً أجامل حد عشان ما أخسروش لو حاجة خفيفة ماشي أنا ما بحبش النفاق يعني لو حاجة خفيفة ماشي لإني أصلاً وفي مجملات بتاع مبلغ فيها بتضل صاحبة يعني في الموضوع ده ما بحبش أجامل حد أنا يعني الوحش بقوله أنت وحش الحلو بقوله أنت حلو أه طبعاً بتحصل كتير يعني أنا راجل بشتغل في السوق يعني في البرصة وبعتبر بختلف بس في وجهات النظر في الشغل مش في حاجات شخصية لأ مش عارفة بصراحة مفكرتش بس أكيد هختلف معهم في حاجات يعني ممكن موعيد أنا فيه الاختلاف على طول ما بيننا علشان نوصل إلى أعلى المستوى وأعلى النتيجة هو الاختلاف في سنة الحياة يعني والاختلاف في وجهات النظر أو زي ما بيقولوا يعني اختلاف في الرأي اليفسد للود قضية ممكن أختلف معهم دي لو هو مثلا مطلب مني حالات يعني مش صحي في الشغل وهتدررني أنا في الشغل أو هتدرر الشغل زي الترسل إمتى أختلف معاه لما يضغط علي بصراحة كتير أنا بكون تعبان فباختلف معاه بقول له أنا مش هادر أعمل ده وكده بفيه اختصدام ساعات في المسألة دي نعم هو متفاهم بصراحة أختلف معاه لو أنا شايف نظرية من وجهة نظر أن هي صحة هو شايفة من منظور تاني فبرضو بحاول أن أنا مثلا بقرب له المسافات وبقول له دي مثلا كويسة دي هتنفع هتنفع الشركة أو الكيان أو 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 بحاول أقنعه طب نروح بقى لحتة الانفعالات طبعا كلنا بننفعل وكلنا بنتعصم لكن في ناس حبيبي والله بيبقى معهم الحق أنت بيبقى معك حق في إيدك وأنت اللي عامل كل حاجة حلوة أو أنت اللي عامل كل حاجة حلوة بس انفعالاتك فجأة تقليب الترابيزة فجأة تقول له كلمة ما كانشين فهتتقل في الحتة دي هب الحياة كلها بوزد دكتور يعني مش هقول لك خمسين في المية هقول لك سبعين في المية مننا ما بنعرفش نسيطر على انفعلاتك وبنضيع حقوقنا بإدايا دول بإدايا دول بضيع حقوقي بس ما بعرفش يعني عصبني أنفعل أقول لك الحقيقة في وشك وبعرفش ألفها هل ده بقى يعني ملوش علاقة بالزكاء الاجتماعية والعاطفي اللي هو علاقة بالزكاء العاطفي لأنه هو أول نموذج أو أول حاجة محور بيتكلم عليها الزكاية العاطفي هي حتة الوعي الذاتي وعشان أبقى وعيب الذاتي أبقى وعيب انفعلاتي وأنا مبسوط أول أن حضرتك بتقولي انفعلات لأننا عايزين نقول للناس أن فيه فرق ما بين الانفعال وفرق ما بين الحالة النفسية بتاعتك اللي هو المزاج بتاعك الانفعال بيجي زي ما انت بتقولي كده نتيجة كلمة موقف حاجة لمحتاجة حركة حاجة شفتها تيك مخي القطة يطلع الكيميا بتاعت الغضب بتاعت الفرح بتاعت الجنون بتاعت أي حاجة وثواني تلاقي الشخص هدي وبقى كويس طيب الشخص بقى زي ما انت بتقول اللي بيضايح أو في ثواني ده نعمل في ايه محتاج بس أنك تمسك نفسك الثواني دي يعني أهم حاجة في السلف ريجوليشن كمان اللي هي تاني محور من الزكاء العاطفي إن انا إزاي أطبط انفعلاتي أطبط انفعلاتي دي بإن انا محتاجة أتضرب مع الوقت إن انا إزاي ما يتعاملش مع أول فكرة بتجي في دماغي في أي موقف مهمة قوي دي أنا ما هيكدربني بالظبط أنا قاعدة معك في العيادة عشان أنا من الناس دي أنا ما بابش هتحكم فأول حاجة بتطلع في دماغي فلازم أقولها لازم أقولها دلوقت حالو أول حاجة يطلع في دماغي دي جاي من زي دلوقتي ما بقاطع كده ما باستنيش على السؤال اللي بقى أول حاجة جاي في دماغي دي جاي منين بقى منين؟ جاي من دماغي من جوة من الذاكرة بتاعت بتاعت موقف أنا عددت به فأول ما حصل حاجة الحصان أو الهبو كامبس لاحظتها في المسؤول عن الذاكرة عندنا إنت شفت ده فين؟ تعرفوا فين الموقف ده بيفكرك بإيه حصل إيه؟ فإذا أول طلعة دي هي بتاعت العقل الباطل بتاعت اللاشعور مش بتاعت اللحظة الوعية اللي أنا فيها بالظبط فأول حاجة تيجي في دماغي دي بيسموها الدفاعية فأنا لو اتعاملت معها يبقى أنا اتعاملت مع المشاعر الكيميا بتاعتي ما اتعاملتش مع التفكير اللي هو العقل فأنا محتاج إننا كل مشاعر يكون معها فكرة وكل فكرة يكون معها مشاعر وقيم اللي اتنين لأنهما دول اللي بيدون سلوك البناء آدم وسلوك الإنسان في الأول والآخر حاجة من اللي اتنين لا فكرة لا مشاعر إلا هيسيطر الإنسان العقلاني هتلاقي طول الوقت سلوكه ماشي من غير مشاعر والشخص بقى اللي ينفعالي اللي حضرتك ذكرتيه هو طول الوقت كده أول ما اللمبة بتنور هب يلا بليجي في دماغه وبيعمله على طول اللي عايزين العقلاني اللي هو زي ما اللي كانت اللي بتسأل بتقولك إن أنا جوزي كويس جدا ولا الانفعالي ينفع صح؟ احنا محتاجين حاجة اسمها الحكمة الحكمة الإنسانية هي اللي فعل الزكاء العطفي ايوه أنا أبقى زكية عطفين ازاي؟ انا دوقتي بكلم بلسان الستات كلها ايوه ازاي؟ انا مثلا انا مثلا جوزي شفته ما بيردش على التليفون فهوب فالتليفون فتح فقفله فقالك فصل شحن الحاجات ده اللي ايه؟ العقل هتقولي ايه انت بقى؟ هو قاد برعب في التليفون هو هتقول له ايه؟ ايوه هقول له ايه بقى؟ هل المفروض اسكت؟ انا مش غول في ايه دلوقتي كده؟ لا اللي هو ايه ده؟ وأنا بكلمك انت بتقولي في التليفون ليه؟ بالظبط انت بتعمل ازاي؟ اه ماشي فإحنا هنا بدأت عامل ايه؟ فانت رديته ورد علي طب بالظبط لا ده أنا بشوف حاجة مهمة اه طب ما ده بتشوف حاجة مهمة طب ما تبعتلي عادي تقولي ان انا بشوف حاجة رد علي رد علي فانا ابتديت هنا ابتديت اهاجمه ابتديت اهاجم هنا هيبقى هو سلوبه ايه؟ دفاعي صح؟ بقى تخناء صح او لا؟ بقى مهاجم ومدافع بقى تخناء شوف انت بتقوليها شوفت انت قلت ايه؟ بردة هنا في ناس هيفضل حصل عندهم خلط ان الزكاية العاطفي هو كبح او جمود للمشاعر اه بنجبت لا انا انا عايز اقول حاجة بقدير المشاعر بنظمها بيه كتير زي مثلا اللي انا انفعل اغضب في الكره البغض اديني يلا انا انا اهو دربنا فانا هبقى بشوف المشاعر اللي انا فيها دي وهو انا مطالب وانا باستخدم زكاء العاطفي ان انا اعرف الحالة اللي انا فيها ايه؟ انا في حالة جيدة انا مبسوط ولا في حالة سلبية انا فين دلوقتي؟ انا دلوقتي غضبانة ايوان فانا هركز على مين بقى؟ ايه؟ مش عالي قدامي انا نركز على مين؟ عليا انا ايه اللي دايقني لما جوزي بلعب في التليفون؟ ميش؟ اصله مطنشني اه صح؟ اه فانا بتعامل مع الططنش مش بتعامل مع هو ايه؟ بس انا ما سألتوش انت بتعمل ايه؟ فانا احاول افهم صح؟ لكن انا هبقى اوير بان انا انا معاك اهو دلوقتي انا غضبانة جوزي مطنشني اعمل ايه؟ فانا ابقى عارف ان انا منفعل ان انا غضبان دلوقتي ولو اتطلعت او اتكلمت انا اتكلم بناءا على الغضب بتاعي لما اتكلم على الغضب ايه اللي يحصل هو كمان هيسهم اكتر وهيدفع عن نفسه ويقلب الترابيز طيب لو انا فهمت ان انا غضبان علشان هو مطنشني او في اهمال فالغضب اللي جوايا لو انا اتعاملت معاه انا اقول لي نفسي ممكن هو بتعامل مع حاجة مهمة طيب هبتدي انا وانت نحط قاعدة لما نكون قاعدين مع بعض معلش نسيبي التليفونات على جنب حيب فهبتدي امظم الموضوع ودير العلاقة من قبلها بشوية متعاملش مع المشاعر لي انا زي ما هتعامل لان انا هفهم مشاعري انا هفهم هو ليه مطنشني طيب يعني الزكاية العاطفي محتاج حاجتي محتاج ان انا ركز على نفسي واركز على الاخر وبركز على نفسي بس طيب علشان هفهم انا هدير العلاقة زي بالمشاعر سواء كانت سلبية او جبية اللي موجودة في النص طيب عمل الحركة دي اين كانت هي ايه عدم رد على التليفون يخرج ايه في التليفون يعني كل الحاجات اللي بدايق الستات عموما انا هقول له انا متضايقة ان انا قاعدة جنبك وانت بتتكلم في التليفون انا جبته بقى جنبي قاعدة حلوة كده وبهدوه عشان دايما نظلميني الستات ان هي عاصر لا انا جبت جوزي واقعدته جنبي وحبيبي بلاش تعمل ده عشان ده بدايقني وانا كزا مرة اقولك ان عدم الرد بدايقني ويرجع يعمله تاني ما في ده يتعمل ايه بتجاهل فده نوع من الاهمال فانا هكلمه على الاهمال اللي هو بيقوله يعني احنا انا بتكلم انا بتدايق لما بقولك حاجة وانت بتكررها تاني ممكن توضح لي ده هو انا اللي لما قاعدة جنبك بلاقيك مشغولة بالتليفون ومش مهتم انك تتواصل معي فبسأله فهو هيتكلم هيتكلم عن افكاره فهفهم وافهم يعني معنى صح الزكاء العطفي مرتبط بالتفكير في المشاعر ايه اللي مخليه يعني مش ايجابي معايا ايه اللي مخلينا انا متضايقة من ان هو مش ايجابي معايا ما هو الطبيعي ان هو طول الوقت احنا عادي مش هنتكلم مع بعض او هيبقى في فترات فيها كل واحد فينا منشغل بحياته لا يعني معايك انا بس يعني انا عايزة امسك عارف ان ايه عايزة تمسك عارف مربط الفرس يعني احنا انا هم احنا شي مع بعض خطوة خطوة تمام قلتله واجبته قلتله ده بيضايقني ايه هو ده زكاء عاطف ياهو ان انا بجيبه من راحة كده وبافهم صح هو يجي بقى فيه رجالة تروح قلبه ايه الموضوع يا انا بقولك ايه تاكل ايه النهاردة تقولي لا ده انا سقط العربية النهاردة كانت العربية مش قد كده يا بص انا بتكلم في ايه وهو بتكلم في حاجة تانية خالص يا حبيب انا بقولك انت ليه مبتردش علي اه على فكرة انا كنت تعبان جدا وشايد كيس وطلع واضح انك مجغول وما سمعتش السؤال بتاعك كويس اه على فكرة انا حسيت ان انت مش ملكش مزاك تتكلم معي دلوقتي فانا هتكلم عن مين هتكلم عن نفسي مش هتكلم عنه يا دايما الخناقة بتجي منين ان احنا بنبتدي كل واحد فينا بيوصف التاني لأ انا عايزه احنا في التعامل كل واحد فينا بيوصف سلوكك ده او كلامك او مشاعرك دي عملت فيه انا ايه فانا بتكلم عن نفسي طول ما انا بتكلم عن نفسي انا قادر اوصف نفسي وبوريه حجم الضرر او اللي انا بعاني منه طول الوقت طب وضحت وكلمت كم مرة يا دكتور لو احنا مثلا ست بتشتكرت كلك انا تكلمت فوق العشرين الف مرة هو المفروض توضح كم مرة عشان خلاص يعني ما فيه حاجة بعد كيه بتدخل هي نفسها بتصعب عليها كرامتها بتصعب عليها اللي هو انا بتكلم عن فاضي هوا يعني مهما اقوله مهما عيد بيجي لها حالة احباط حالة احباط ان انا مفيش فايدة بعد كده يا ما انا اتكلمت وعدت وقلت ففجأة بقيت قرارات بتشتغل بنا انا نفصل وان هو مفيش فايدة فيه وان انا اشوف حياة تانية يعني علشان ده له علاقة باللي احنا بنتكلم فيه النهاردة يبقى هتديني بقى رشدتة دلوقت اه يا رشدتة ايه كلها اهم جدا ان احنا ندرب ولادنا ونتدرب احنا كمان عالزكاء العاطفي ونعرف اهميتهم لا احنا مناش دعب ولادنا دلوقت انا عايزة اتدرب كستات دلوقت ما هيبنك ده اللي هيبقى جوز بعد كده اهيش علاقة بامراته دلوقت لما يكبر يبقى هو يتدرب عالزكاء العاطفي هو امراته هو كبر ليه انا هقولك ليه لان الامات عندنا فيها مشكلة فعلا يا سيدي لما يكبر هنهنقل ويعمل ايه احنا دلوقتي راجل وستة هو اقول لنا ازاي انه عندنا زكاء عاطفي طيب احنا هو اسمه عقد زواق صح والعقد ده عن اتفاق ما بين زوجين زوج وزوجة صح يبقى كل واحد له حقوق وعليه ايه واجبات صح احنا بنشوف الناس بتتجوز ازاي هم عجوبة بعض طب يلا نتجوز طب يلا نخلف جبنا العائلين بعد ما جبنا العائلين ودخلناهم من مدارس والدنيا كبرت بدأت الزوج والزوجة بقى يفوق النفسهم احنا عايزين ايه نتبسط فتجي هتلاقيه انا باشتغل وباجري وبروح وباجي ومش عارف ايه والكلام ده وانت بتتكلم في حب ومشاعر والحب ومشاعر ده اللي اكلون الراجل بقى اهتماماته في المرحلة دي اهتمامات تانية وهي اهتماماتها بقت فيه مرحلتها دي مهتمية مع العواطف بتاعتها هي الفكرة كلها ان احنا ما بنمشيش فيه الجواز بنمشي فيه كده يعني فهمه؟ بالبركة ما عندناش ستيبس ما عندناش مراحل ما عندناش كل مرحلة محتاجة ايه زي ما بنتكلم النهارده هو انا فانه مرحلة انا ابني بتعلم في ابتداء ايه وبتعلم في سنة ايه بتعلم في جامع ايه انت مركز يا دكتور على الجواز احنا كمان فيه العلاقات اللي لسه بتبتدي يعني العلاقات لسه بتبتدي بتبتدي مفيش فيها زكاء عاطفي فببوز بيعودوا يخبطوا في بعض لو مفيش فيها زكاء عاطفي كش مالك من بادري كده ايوه 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 واحنا في بداية العلاقة لازم نتفق يا جماعة انا مش هتجاوزك كده لمجرد ان انت شغال او ردبتك كذا او انت ملعينة فلانية او كذا او كذا الناس في الجواز بتتفق على الماديات ما بيتفقوش على العلاقات هيدروها ازاي ودي مشكلة كبيرة احنا منعودش مع بعض انا ما تجي تسأل ايوه زوجين انت بتعودوا مع بعض بتتكلموا في العلاقة اللي بينكم ايه اللي تعدل فيها ايه اللي ما تعدلش فبخلينا دلوقتي احنا دلوقتي مع الرجالة والستاتة والبنات والشباب حبايب قلبي واحنا دلوقتي في بداية العلاقة ازاي ابقى زكية عطفيا وازاي حتى انا روح احكيله دلوقتي على الحلقة ازاي يا حبيب تبقى زكية عطفية يعني اديني كده ايه تابس كده تخلينا عطفيا اسعد يعني خلي دمارنا شغالة حلو اول نقطة ان انا لازم اكون بتعرف على نفس انا كويس انا اكون قادر ان انا اتعرف على مشاعري اللي بيخليني في حالة نفسية كويسة وازاي انا بتحكم في انفعلاتي ازاي بنظم انفعلاتي وفي مدارس علاجية ايمة على تنظيم الانفعلات ازاي الشخص بس يتعرف على نوع المشاعر احنا ساعت لما نقول لحد اكتب لنا الحالة النفسية اللي انت فيها دي ايه او نوع المشاعر ده ايه ان داس ما بتبقاش عارفة فالناس محتاجة انها تتضرب الاول مع نفسها واتعرف على نفسه وفهم مشاعره كويس وفي مسلوكيات وايه اللي بيحركوا الدوافع بتاعته دي نقطة النقطة التانية ان انا انا بتعامل مع اخر عمل حسابي ان انا بتعامل مع التاني ده انا محتاج افهمه واقرأ اقرأ لغة الجسد بتاعته اقرأ الكلمات اللي هو بيستخدم افاهم الخلفية الثقافية بتاعته شكلها ايه افاهم تبتقول لي دي فيه ناس كتير فهم ان الزواج مجرد ان واحد قاعدة في البيت بتطبخ وبتربع ياله خلاص والموضوع خلصان كده فبالنسبة له فهو فاهم الزواج يعني ايه فاهم يعني ايه عاطفة فاهم يعني ايه العاطفة والعاطفة ان انا كل واشرب ونام ولا ان يبقى فيه تواصل وفيه اهتمام وفيه رعاية وتبقى المشاعر موجودة بيننا طول الوقت تمام فلازم اول حاجة افهم نفسي وافهم مشاعري وافهم مشاعر الاخرين التعاطف مع الناس يعني فاش حد يبقى زي ما انت بتقول الامراضة بتكلمني ومتدايقة وانا مسك التليفون وقاعد لا انت ما عندكش تعاطف ولا تفاهم حتى اني ليه اللي قدامك ده غبان فلازم تدرب نفسك انك تكون بتعرف تعمل تعاطف وتفاهم كويس ثالث حاجة بقى اخيرة ان انت ازاي تبتدي يعني تشوف الامور بمبدأ فيه حكمة شوية يعني لمشاعر خالص ولا عقل مطلق ودرب نفسك على طول الوقت انك تمسك الامور من النص يعني ما تبقاش متشبس لرأيك قوي او ان انت طول الوقت بتعامل مع الناس من غير مشاعر لا خالي الامور في الوسط دايما كده تدرب نفسك انك طول الوقت تبقى عندك كدرة على ضبط انفعلاتك مع نفسك الاول لان ما تقدر تضبط انفعلاتك وتغير حالتك النفسية خصوصا في الاوضاع السلعات النفسية السلبية هتقدر بعد شوية تتعامل مع اللو قدامك احنا بقى ان شاء الله هنعمل حلقة ازاي نضبط انفعلاتنا نتضرب عليها ووراق وقلم وانجهز نفسنا فاشكر جدا الدكتور امجد جابر استاذ الطب النفسي نورتنا فيها ان شاء الله لينا حلقات تانية في كل التفصيلات دي اصلا الحياة على فكرة دايما بقول الحياة تفصيلة تفصيلة صغيرة جدا وشادينا خلصت حلقتنا وده كلامي طبعا للستات وللرجالة عشان ما تقولوش انا عمري ما باجي على الرجالة يعني دايما مع مع الحياة الحلوة مع ان انا وانت نبقى سعدة مع ان كل كابلز مع بعض مرتاحين ومبسوطين انا ضد الطلاق تماما وضد الانفصال تماما بس ما عن الحياة بدل ما نعيشها بمشاكل نعيشها براحة نفسية نبقى فاهمين بعض بننقل حب لولادنا بننقل حب الاهالينا فيعني بنحاول في يحكى انا طول الوقت ان احنا نقدم تفاصيل صغيرة التفاصيل دي هي اللي بتبني عليها حياتنا كلها والله تفصيلة صغيرة لو وصلتوا ايه فين الخلاف بالزبط هتبقى ما فيش اي مشكلة معنا يلا مشاهدين اشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله وده ما معاكم امام مختار كل يوم اتنين ساعة سبعة بالضيئة ويحكى انا على شاشة قناة القدوة اشتركوا في القناة